يقول عبدالله بن مبارك رحمه الله بينما أنا عائج من الحج في أحد الطرقات وقفت على عجوز أمرها غريب لا تتحدث إلا بالقرآن يقول قلت السلام عليكم قالت سلام قولا من رب الرحيم قلت رحمك الله ماذا تصنعين هنا قالت ومن يضلل لله فما له من هذا قال فعلمت أنها تائها قلت أين تريدين قالت سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى قلت كم بقيت هنا قالت ثلاثة ليال سوية قال فقلت لها ما أرى معك طعام قالت هو يطعمني ويسقين قلت من أين تتوضأي قالت فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبة يقول قلت إن معي طعام فهل لك في الأكل قالت ثم أتموا الصيام إلى الليل قلت هذا ليس شهر رمضان قالت ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم قال لها قد أبيح الإفطار في السفر قالت وأنت صوموا خيرا لكم قال لما لا تكلميني مثل ما أكلمك قالت ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيب فقال لها هل أريخ الناقة حتى تركبي قالت وما تفعل من خير يعلمه الله فأناها الراحلة لتركب فالتفتت إليه وقالت قل للمؤمنين يغضوا من أبصالهم قال فصرفت بصري عنها لتركب قال فأخذت بزمام الناقة وأسرعت في المشي قالت وقصد في مشيك واغضوا من صوتك قال فبدأت أترنم بالشعر رويدا رويدا قالت فقرأ ما تيسر من القرآن يقول قلت لها ألك زوج قالت يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم قال فسكت ولم أكلمها حتى أدركها القافلة ثم قلت لها من لك في القافلة قالت المال والبنو نزيلة الحياة الدنيا يقول فعلمت أن لها أبناء في القافلة فقلت وما عملهم قالت وعلاماتهم وبالنجمهم يهفدون قال فعلمت أنهم أدلاء الركب فقلت وما أسماء أبنائك قالت واتخذ الله إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما يا إحياء خذ الكتابة بقوة قال فناديت يا إبراهيم يا موسى يا يحياء قال فخرج أبناؤها كأنهم أقمار فالتفتت إلى أبنائها وقالت فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه قال فمضى أحدهم وأتى بطعام وقدمه بين يدي ثم قالت لي كلوا واشربوهني أم بما أسلفتم في الأيام الخالية يقول عبدالله بن المبارك فقلت طعامكم هذا حرام علي حتى تخبروني بشأن أمكم فقالوا هذه أمنا منذ أربعين سنة لا تتكلم إلا بالقرآن مخافة أن تزل فينزل عليها غضب الرحمن ترجمة نانسي قنقر